اهلا بكم الى مجزي اخبار الان جرح 15 مدنيا الاثنين بقصف مدفعي لقوات نظام سوري على سوق شعبي في بلدة عين ترمة بخرق جديد لاتفاق تخفيف التصعيد كذلك تعرضت اطراف مدن حزة وعربين وزملكة لقصف مدفعي وصاروخي من مواقع قوات النظام ذاتها واقتصرت اضرار على المادية حسب الدفاع المدني فما كانت قوات النظام السوري من السيطرة بشكل كامل على منطقة كباجب التي تبعد نحو 40 كم عن مدينة دير الزور بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش واضاف المرصد ان البادية الغربية لدير الزور شهدت ايضا قصفا مكثفا من قوات النظام بالصواريخ وقذائف الهون والدبابات والمدفعية حيث تستهدف هذه الضربات مناطق يحتلها التنظيم على الطريق الرئيسي الواصل بين مدينة السخنة ومدينة دير الزور تعهد رئيس الحكومة اليمنية احمد بن دغر بعدم السماح بوجود موطئ قدم لايران في بلاده جاء ذلك خلال لقائه الاحد في العاصمة المؤقتة عدن مع قائد القوات السعودية في التحالف العربي وعدد من ضباط المملكة تمت خلاله مناقشة الجوانب الامنية والعسكرية لتحرير بقية المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية اعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي الاثنين ان سيول تعتقد ان كوريا الشمالية نجحت في تصغير سلاح نووي بشكل يمكن وضعه على صاروخ باليستي وذلك غدت اعلان بيونج يانج عن سادس تجربة نووية هي الاكبر لها حتى الان واعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستنشران مزيدا من الانظمة الدفاعية المضادة للصواريخ ردا على التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية الاحد اعلنت الامم المتحدة الاثنين ان سبع وثمانين الف شخص معظمهم من الروهينجا المسلمين هربوا من اعمال العنف في ميانمار ولجأوا الى بنجلاديش المجاورة في وقت علقت ميانمار مساعدات الامم المتحدة الى الاف المدنيين من الروهينجا وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية ان ميانمار منعت جميع وكالات الاغاثة التابعة للامم المتحدة من تقديم المساعدات من الغذاء والماء والدواء الى الاف المدنيين من الروهينجا اكدت الحكومة الفلبينية للشعب ان قواتها سوف تلقي القبض على الشخص الذي تردد انه زعيم المسلحين الموالين لتنظيم داعش والذين حاصروا مدينة مراوي جنوبي البلاد منذ اكثر من ثلاثة اشهر وافاد التقارير بان اسني لون هابي لون وهو قيادي في جماعة ابو سياف المسلحة هو زعيم داعش في الفلبين وجنوب شرق اسيا الى اللقاء موسيقى موسيقى